هلأ رح نكون معكم بفقرة فيتامين وذلأ صحتكم بتهمنا دائماً منحاول نحكي عن مشاكل ممكن تكون بتهمكم وتعانوا منها اليوم موضوع فقرتنا بفيتامين هم عن ثبات الوزن كتير من الأشخاص اللي بيتبعوا حميات غذائية بيعانوا من مشكلة ثبات الوزن بالوقت اللي هم عم بيحاولوا يخسروا وزن فيه رح نحكي طبعاً عن هاي المشكلة واسبابها وكيف ممكن نحلها مع كابتن رامي شوابك صباح الخير كابتن صباح خير كيف حالك الحمد لله تمام يا سادك يا ساد صباحك كابتن صباح الورد كيف حالك بداية يعني هذا الموضوع شائك يمكن وكتير ناس بتعاني منه خصوصاً للأشخاص اللي بتتبع حميات غذائية بضبط فشو الأسباب اللي بتأدي لثبات الوزن وشو هو بالأساس ثبات الوزن خلينا نعرف المشاهد تمام صباح الخير أول إشيئ لكم هلا ثبات الوزن هلا هاي ممكن تصير مع الأشخاص ممكن تصير مع الأشخاص اللي بيكون متابعين داماً حميات غذائية معتمدة على نظام الحرمان هل فيه إشيئ اسمه ثبات الوزن مظبوط فيه إشيئ اسمه ثبات الوزن بس متى ممكن الشخص يدخل فيها ممكن الشخص يدخل فيها في حال إذا تتبع نظام معتمد عن نظام الحرمان يعني بمعنى آخر داماً النظام الغذائي مكون من ثلاث عناصر اللي هي البروتين والكارب والدهون إذا كان نفس المريض أو المشترك تبع حميات غذائية معتمدة على نظام الحرمان فاقضة أي عنصر من أنا ذكرت لك إياهم هون بيصير عنا داماً إشيئ اسمه ثبات الوزن من وين بيجي عنا ثبات الوزن؟ إذا صار في عنا نقص بالفيتامينات صار عنا ثبات الوزن إذا صار عنا مشكلة بالهرمونات صار عنا إشيئ اسمه ثبات الوزن ففيه إشيئ بالعلم ثبات الوزن موجود بس إذا كان بيصير عنا في حال إذا كان في عنا نقص الحديد فهو بنهاية ملخص كامل وهو معتمد داماً بيكون عن نظام الحرمان يعني كابتن هلأ باختصار بنقدر نحكي أنه اتباع أي حمية غذائية بطريقة عشوائية بدون ما نكون إحنا عارفين إيش العناصر الغذائية اللي لازم إحنا يعني نهتم فيها ممكن هو يؤدي لثبات الوزن يعني داماً إحنا بنجي نحكي داماً أنه أي شخص أي مريض بيجي علينا مثلاً أو أي مشترك بيجي علينا بيقول لك أنه مثلاً أنا بدي أشتغل على موضوع أنه بدي نظام أكل هل نظام الأكل ما بزبطني أنا أعطيك إياه بدون أو أعمل سيرش مباشرة أني أنا بدي أخذ هذا النظام الأكل لأ لازم منطب فحوصات معينة بناءًا عليها نقدر نمشي على أي نظام أكل بما أنه حضرتك كمان مدرب رياضي بالإضافة لأنك خصائي تغذية علاجية كثير من الأشخاص لما يلاحظوا ثبات الوزن ما بيحلوا المشكلة من الأساس أو المشكلة الغذائية وبالجاء أدارك للتمارين الرياضية هل هذا الإشي ممكن يساعدهم أو بالعكس رح يزيد المشكلة لا بالعكس رح يزيد المشكلة ليش أنا بقول لك ليش لات داماً نحكي إحنا إذا كان داماً أنت معتمد عن نظام الحرمان بالأكل ورفعت هاي انتنسيتي معك بالرياضة فأنت رح يأخذ مخزون الطاقة من العضلات نفسه فأنت رح تنزل وزن على الميزان لكن عضلات لكن هذا مش حل الحل أنك أنت تبلش بحمية غذائية معتمدة على عناصر غذائية كاملة اللي إحنا ذكرناهم كامل وبفضل داماً تحت إشراف أخصائيين مختصين بهذا الإشي لا يقدر يشتغل على هذا الموضوع هلأ ممكن تقدر تصل لحل إذا كنت أنت مشيت بحمية غذائية مع رياضة متكاملة بقول لك أوكي بتصل لحل أما واحدة مستثنى منها لا يمكن تصل لحل كابتن كتير أو قات بنسمع أنه ممكن حتى اتباع حمية غذائية بطريقة سليمة ممكن تكون ممكن بوقت من الأوقات يصير في عنا ثبات وزن هل فعلاً أنه أوقات لازم نغير إحنا الحمية الغذائية عشان نعمل تشوك إحنا لجسمنا ويرجع يستوعب أنه إحنا مثلاً عم نعمل رجيم ويرجع من أول وجديد بيصير خسران بالوزن ولا هذا الإشي إذا كانت الحمية الغذائية مناسبة ما بيصير لا أشوفي هلأ إذا كانت الحمية الغذائية مناسبة وماشي بدخل عناصر غذائية كاملة ممكن يصير عندنا ثبات الوزن بس متى ممكن يصير عندنا ثبات الوزن ممكن إذا أنا خسرت وداماً معتمد بكون داماً هاي نصيحة داماً نعطيها للمرضى أو المشتركين عندنا إنك لا عمرك تتبع نظام الوزن على الميزان انتبع فحوصات الإنباضي هي القراءات العلمية اللي بتبينك نسبة الدهون ونسبة العضلات عندك فإحنا داماً منقرر متى صار عندنا ثبات إذا نفس الشخص مشترك عندنا وخسر دهون من 10 إلى 12 كيلو بيضل له 3 كيلو بيور دهون مش وزن على الميزان بيور دهون بالحالة هاي منقول لك ثبت الوزن بيضل ماشي على الحمية الغذائية إذا الجسم إحنا داماً منعطي مثلاً المريض أو المشترك ماشي على حمية الغذائية بنزل وزنه من وزنه بعد 15 يوم بنزل وزنه بيضل على نفس الحمية الغذائية إذا عمل بلوك مرة واحدة منضطر أن ندخل بنظام أكل تاني ليقدر يكسر هذا الثبات الدهون الموجود في آخر ولكن في مشكلة هلأ كابتن موضوع الامبودي تيست مو دائماً بيكون دقيق وحتى إحنا بنلاحظ من جيم لجيم عم بفرق الامبودي تيست فمشان هيك ممكن الناس غالباً بتلجأ للميزان لأنه بالنسبة لهم خلص الميزان إشي ثابت فأنت هون لأ عم تحكي إنه لأ الواحد يشوف الامبودي تيست أفضل من الميزان طب في حال إنه إنبودي تيست مش عم بغطيني الإش الدقيق أنا بهاي الحالي شو أتصرف أنا رح أجاوبك هلأ داماً نحن داماً بننصح كل مشترك إنه إذا كان مثلاً إذا كتعمل فحص إنبودي اعتمد لوكيشن واحد اعتمد مكان واحد وضلك موجود فيه تمام؟ هلأ إذا كنت أنت أنا بحكي لك يعني هلأ إذا كان أنا في عندي مثلاً مشتركين عم مندربهم أول 15 يوم الجسم بمرق بمرحلة علاجية فبطلع وزن على الميزان بيجي بقول لي مثلاً كنتش أنا والله وزني ما نزل وزنه هو بكون نزل فحصات يعني وزني ما نزل بس شكل تغير فبطلع الدهون عنده خسران دهون ومرتفع عنده كتلة عضلية فكلما ارتفعت الكتلة عضلية أعطتني كتلة على الميزان فإحنا داماً ما منعتمد الميزان كوزن زان هل الوزن ممكن رح ينزل لقدام؟ طبعاً اعتمد لوكيشن واحد بفحص الإنباضي داماً عند مدرب واحد أو عند أخصائي واحد ما بتفرع دائماً يعني ما أتفرع كبتل الرامي بدي أسألك سؤال طبعاً ثبات الوزن بمرحلة من المراحل إنقاس الوزن هو شيء مؤدي أو ممكن يكون جداً مزعج للشخص اللي عم بنزل وزنه بس أكيد بعد ما يوصل الشخص الوزن المثالي بالنسبة له هو أكيد يدور على ثبات الوزن إحنا حكينا كيف أنه إحنا نكسر ثبات الوزن مضبوط إحنا حكينا كيف ممكن إذا وصلنا للوزن المثالي إحنا نعمل ثبات الوزن نثبت وزن نثبت وزن هذا صلاحة بالفترة الأخيرة عم نشوف دائماً مراجعين عم بيجو علينا بيقول لك مثلاً والله كوتش أنا بدي جاي عندك عشان أشترك معك برنامج تثبيت الوزن لا بعلم التغذية ولا بعلم الرياضة هذا الشيء موجود هلا ما فيه إشي اسمه أصلاً برنامج تثبيت الوزن فيه خطة معينة بنشتغل عليها إذا اشتغلنا بحمية غذائية وخسر الدهون رقم ممتاز فبصال إنه مثلاً نسبة الدهون عنده 18 كيلو بجسمه من أصل 27 اتعالى الجسمه وصل 18 كيلو هلا إذا ظلتك ملتزم أنت بعدد السعرات اللي عم بتدخلها وعم تلعب سبورت فلا يمكن يزيد الوزن تبعك هاي واحد ثاني إشي اللي بنزل معك بشكل بطيء لا يمكن يرجع معك بشكل سريع وبآخر الإشي اللي ممكن نحكي له ميام إنه إذا إنت اعتمد داماً على خسارة الدهون ورفعت نسبة العضل فمنزيد عملية الحرق داخل الجسم فلا يمكن ترجع تزيد الدهون كميات كبيرة يعني زي ما قلت يعني ما بزبط إنه أنا أي إشي يجي بسرعة أطلع من جسمه سرعة طب هلا بعد الأشخاص خلاص لما يوصلوا للوزن المثالي أو الوزن اللي هم حابين أنهم يوصلوا له مثل ما أنت ذكرت هلا كبتن إنه ما في نهائياً إشي اسمه تثبيت وزن لا ما في برنامج أصلاً تثبيت بس يعني بعض الأشخاص حراء وأجسامهم ما بتحرق زي بعض الأشخاص التانية تمام فبالتالي خلاص بصيروا محافظين على ممكن عدد السعراء سعرات حرارية معينة لحتى يحافظوا على الثبات هل هذا الإشي رح يعطيهم الثبات اللي هم بدهم إياه ولكن بشكل صحي بلأ نهائياً إذا كان الحرق بطيء داخل الجسم فمنضطر أنه دائماً نحكيها إذا كان الهرمونات داخل الجسم أمورها تمام والفيتامينات والجهاز الهضم أموره تمام ما فيه شي اسمه الجسم ما بحرق فبالعكس منزيد الكتل العضلية فبصير فيها حرق كامل بصر للوزن اللي بده إياه فبتكون أموره تمام إنهي وجهان لعملة واحدة لازم الواحد يتبع نظام صحي غذائي بالإضافة لازم أن يبذل مجهود بالتمارين الرياضي مجهود يعني هو شوفي شيء عادي يعني ممكن ندرب أشخاص رياضة الملاكمة ويأخذوا نفس نتيجة الأشخاص نعم بلعبوا على الأجهز لكن اعتمادنا بالنهاية على نوعية الأكل اللي بتدخل الجسم وكمية الأكل صح يعني بالنهاية بنقدر نفهم إنه ممكن بيجي بسرعة بروح بسرعة يعني الشخص اللي بيفقد وزن بسرعة ممكن يرجع للوزن نحن نسميه دائماً نزول الوهمي الناس المعتمد دائماً على نظام الحرمان ومعتمد على الوزن على الميزان فهذا نزول الوهمي لفترة معين لمناسب معين إذا تسويها وبعدين هل إلها علاقة بالسوائل إنه ممكن يكون مثلاً إنه نزل بسرعة خلاص وفقد السوائل لا هل هي شوف إذا كان الشخص زي ما قلت لك بنرجع على حلقة الوصل الوحدي يبقلك إذا اعتمدت على نظام الحرمان فإنت بتنزل على وزن ميزان بس تنزل ثلاث دهون وعضلات وميو أنا ما بدي أخسر عضل لأنه كل ما خسرت عضل بيقل عندي عملية الحرق فبيعمل عندي جسم بلوك مرة واحدة فأنا كل ما زدت عملية الحرق زدت العضل فالحرق شغال عندي وأمور بكون تمام في بعض الأحيان للأسف بصير الجسم يعطي نتيجة عكسية بزيد الوزن بدل ما إنه ينقص يعني إحنا بيكون في حاجة إنه إحنا ننقص وزننا ولكن للأسف بنلاحظ إنه الجسم عم بيعاند وعم بغطي نتيجة عكسية فعم بزيد الوزن شو ممكن يكون السبب هل هو برضو خربط بالنظام مظبوط هلأ أشوفي أنا بحكي لك شغلة هلأ دائما لما يكون عندنا مثلا دائما لما يجي عندنا المريض أو المشترك فإحنا ما بزبط إنه المريض أو المشترك يجي عليه يقول لي مثلا ولا كنتش أنا بدي نظام كيتوجيني قضاعت أو بدي نظام اللوكاب لا إحنا أول ما نطلب منك فحوصات بالمختبر هاي الفحوصات بنطلب فيها فحص مثلا للهرمونات كاملة وفحص الفيتامينات كاملة ليش؟ لأنه نوعية الأكل اللي ممكن أنا أدخلك إياها وأنا مش عارف شو عندك مشكلة داخل جسمك ممكن تزيد من حسيسية الهرمون فبيشتغل عكس الجسم معاي فهذا الإشي لا فإحنا لازم نعرف شوين المشكلة وبعدين نعمل فحوصات الإنبادي بعدين نعطيك البروستس ممكن تشتغل عليها نعم طب إحنا هلا رح نستعرض مجموعة معلومات تغذويا نشوف شو منها الصح وشو منها الغلط مع بعض كابتن وبداية عنا تناور الطعام ليلا يؤدي لزيادة الوزن معلومة غلط نوعية الأكل نرجع لنوعية الأكل يعني نوعية الأكل تدخل جسمك هي ممكن تتحكم يا لبزيادة لا لا يعني إذا دخلنا مثلا سويا إذا دخلنا مثلا كارب بالليل فممكن تتحول لك لوكوز لك لايكوجي ممكن تدخل الدهون ما أنه ما في حركة بالجسم نعم لكن نختار نوعية البروتين مع الدهون فدام ننصح نأخذ بروتين مع دهون داخل بالليل يعني تمام طب والحميات الخالية أو قليلة الكربوهايدرات هي الأفضل باستدي يعني في دراسات أثبتت أنه هي الأفضل لكن بدراسات معين لمرضى الأنسلين داما من مفضل أنه يكون معهم نظام اللوكارب عشان ما يزيد من حسية السكر عندهم داخل الجسم نعم وتالت صورة معنا لليوم تناول كميات كبيرة من الفواكه لا يضر بالعكس داما من نحكي الخضروات شوما دخلتها على جسمك فهي فايبر لا يمكن تضر لك لكن الفواكه هي السكر تعتبر من سكر الفركتوس فهي تضر الجسم فبترفع مستوى الأنسلين عندك مباشرة خاصة للناس اللي عندهم طايب 2 من السكر اللي عندهم مقاومة الأنسلين نعطيهم يوكلوا كمية بسيطة من الفواكه ونوائيات معينة فالفواكه كل ما زادت بشكل كثير كبير رح يرفع عندي الأنسلين رزيستنس فرحصير عندي مشكلة طايب 2 من السكر كل أنواع الفواكه؟ لا في أنواع حسيات السكر فيها قليلة زي مثلا الأفوغادو مسموحة الاستروبري مسموحة التوت البر مسموح هذا عادة بتقدر تأخذ بكميات بسيطة تمام جميل طب شرب الماء بكثرة يساعد على التخلص من السمة لا ما ألو هو بساعد هو وسيلة لكن مش أنا والله بدأت أشرب مي عشان ولا بدأت أنحف لا لا هو وسيلة لازم أشرب مي يعني السيدات دائما تصنيفها علميا لازم أشرب من 3 إلى 4 لتر مي باليوم الشباب لازم يشرب من 4 إلى 5 لتر مي باليوم بتساعد على نزول الوزن لكن مش السبب الرئيسي اللي بساعدنا وما بتكون السبب في زيادة الوزن طب بالعكس أنا بالعكس زيادة المي أنا أشرب مي دائما بالعادة بيكون جسم الإنسان في ووتر تنشن عالي هو تحبيس مي موجود بين الجلد وبين العضل فهذا المي كيف ده يطلع؟ بيطلع لأنه لازم أشرب كمية مي كبيرة لأقدر أطلع المي الموجودة بين الجلد وبين العضل نعم حلو الخضروات المجمدة أقل قيمة غذائية من الطازجة يعني مضبط هي أقل قيمة غذائية دائما مفضل دائما الأشخاص اللي بدهم يأخذوا خضار يأخذوا الخضار خاصة الورقي اللي فيه فايبر عالي اللي بعمل على تليين المعدة فدائما مفضل أن نأخذها طازة أفضل دائما بس ما هو مرات ما بيكون موسم الخضر مثلا مثلا الستروبيري مش موسم الفواكم بهذا الوقت فبالتالي الناس بالطر يأخذ الاشي المجمد هل هذا الاشي يعني ممكن يضره صحيا ضر ما راح يضره لكن نسبة الفائد ممكن تكون فيه 30 إلى 40 بالمية نعم تمام كبتن رامي بدنا منك هيك نصيحة أخيرة للمشاهدين طيب شيء اسمه تثبيت الوزن نظام تثبيت الوزن حكينا عنه وداما ما تعتمد على الوزن على الميزان اعتمد على الفحوصات الطبية والقراءات الطبية هي أفضل واتجه لأخصائي ليقدر يدير الحالة تبعتك 100% نحن شاكري لتواجدك اليوم كل احترام شرفنا ويساعت صباحا وشكرا على المعلومات لحدبت المياه شكرا شكرا لك كبتن شكرا لك